بسم الله الرحمن الرحيم شكراً أخي الرئيس في البداية رحم الله العمب عبد المحسن رحم الله جاسم نخرافي لم أعرف عن قرب ولا ما أعرف هذا الشخص نعم عرفتك سياسي كنت مراقباً لأدائه عرفناك مرشح انتخابي لكن كرئيس مجلس الأمة لم أعاصره ولا معاصره كنائب كنت أختلط مع كل من عرف المرحوم جاسم نخرافي عبد المحسن ما رح أذكر رأي ما رح أذكر رأي من كان يوافقه أو حلفاء السياسيين فيه لكن رح أذكر رأي خصومه عند ممات جاسم نخرافي كانت هناك ملاحظة اتفق عليها كل خصومة إن هذا الرجل في أشد اللحظات السياسية حرجاً ما مارس أي ممارسة تنم عن تهور أو طيس سياسي لم يتهم الشرفاء لم يلوح بأوراق لا يملك لها سند ذهب هذا الرجل وبغتلنا هذه السيرة السياسية لهذا الرجل ذهب جاسم نخرافي الإنسان وبقيت سيرة جاسم نخرافي السياسي نحتذي بوعبد المحسن إنه إعلامي لم يشكك بمؤسسات أو القيادين القائمين على مؤسسات الدولة بوعبد المحسن نذكره في كل المصاعب اللي مرينا فيها من قضية الدوائر من أزمة الحكم كثير من هذه القضايا والتهم وكان يواجه هذه الاتهامات بابتسامة ولم يقابل الشتيمة بشتيمة رحم الله ابو عبد المحسن وبقيت لنا سيرته كسياسي وشكرا لنخ الرئيس ترجمة نانسي قنقر